حذر تقرير جديد أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن خسارة الوظائف بسبب كوفيد-19 هي أسوأ بعشر مرات من الذي حصل بسبب الرقود الاقتصادي عام 2008 وذكر التقرير أن ساعات العمل كانت أقل بعشر مرات في بعض البلدان مقارنة بالأشهر الأولى من الأزمة المالية لعام 2008 يذكر أن الأزمة المالية في عام 2008 هزت الاقتصاد العالمي ما بدأ كأزمة في مجال سوق الرهن العقاري تطور لاحقا إلى ركود وأزمة مالية عالمية واسعة النطاق من عمليات الإنقاذ الضخمة إلى الانكماش الاقتصادي الناجم عن ذلك تساءل الكثيرون عن مدى استقرار وشفافية الأنظمة المصرفية العالمية التي كانوا يثقون بها سابقا يشار إلى هذه الأزمة أنها أسوأ كارثة اقتصادية منذ الكساد العظيم والتي أدت أيضا إلى تدمير الاقتصاد العالمي في عام 2008 وأدى ذلك إلى ما يعرف بالركود الكبير والذي أدى إلى انخفاض أسعار المساكن والزيادات الحد في معدلة البطالة كانت تداعيات مرتبطة بها هائلة وما زالت تؤثر على الأنظمة المالية إلى اليوم في الولايات المتحدة فقد أكثر من ثمانية ملايين مواطن وظائفهم وتم تدمير ما يقارب من 2.5 مليون عمل وتم حجز ما يقارب من أربعة ملايين منزل في أقل من عامين ومن عدام الأمن الغذائي إلى عدم المساواة في الدخل فقد العديد من المواطنين الثقة في النظام على الرغم من أن الركود انتهى رسميا في عام 2009 إلى أن الكثير من الناس استمروا في المعاناة بعد فترة طويلة من ذلك خاصة في الولايات المتحدة بلغ معدل البطالة 10% في عام 2009 وتم استرداده إلى مستويات ما قبل الأزمة فقط في عام 2016 أما اليوم وبعد انتشار فيروس كورونا يرجح الخبراء أن يتكبد الاقتصاد العالمي خسائر تفوق 160 مليار دولار لتصبح بذلك أكبر خسارة يسببها وباء في العصر الحديث كما يظهر الرسم البياني المأخوذ من تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاض عدد ساعات العمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الوباء وانخفض معدل البطالة في 37 دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 8.4% في مايو مقارنة ب8.5% في أبريل لكن الأمر الأكثر إثار للقلق هو أن معدل البطالة في الولايات المتحدة بلغ 11.1% يظهر الرسم البياني التفاعل على الشاشة آخر معدلات البطالة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تظهر البيانات أيضا أن كولومبيا كانت الأكثر تضررا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث بلغ معدل البطالة المفاجئ 21% في مايو 2020 وكشفت أيضا لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا أو ما يعرف بإسكوة أن نحو 1.7 مليون وظيفة ستزول في الدول العربية خلال العام 2020 دائما بسبب ويروس كورونا من المتوقع أيضا أن تؤدي موجة ثانية من كوفيد 19 إلى تفاقم أزمة البطالة الحالية هذا وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن البطالة من المتوقع أن تصل إلى ما يقارب من 10% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحلول نهاية عام 2020 ارتفاعا من 5.3% في نهاية عام 2019 وأن ترتفع إلى 12% في حالة حدوث موجة ثانية من كوفيد 19 ونظرا لأن إجمال عدد سكان دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يبلغ 666 مليون شخص فإن نسبة البطالة البالغة 12% تعني أن حوالي 80 مليون شخص يصبحون عاطلين عن العمل في نهاية عام 2020 ولفت التقرير أيضا إلى أن انتعاش الوظائف ليس متوقعا حتى عام 2021 وتفيد توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن الناتج المحل الإجمالي الحقيقي في العالم من المتوقع أن ينمو بمعدل ناقص 7.6% في عام 2020 ولن ينمو إلا عند حوالي 2.8% في عام 2021 وفي الوقت نفسه يشير تقرير آخر للاتحاد الإفريقي إلى أنه بسبب جائحة كوفيد 19 فإنما يقرب من 20 مليون وظيفة في كل من القطاعين الرسمي وغير الرسمي مهددة بالزوال علاوة على ذلك من المتوقع أن يقع نظام الرعاية الصحية تحت الضغط ويفيد تقرير بأن أزمة كوفيد 19 ستزيد أزمة الأنظمة الصحية الفقيرة بالفعل في القارة إذ أن مرض فيروس كورونا سيزيد العبء على المرافق الصحية وسيفتقر المرضى الذين يعانون من أمراض مثل الإيدز والسل والمالاريا الحصول على الرعاية اللازمة والضرورية وهذا يمكن أن يؤدي إلى المزيد من انتشار المرض والوفيات إضافة إلى ذلك ستؤدي جائحة كوفيد 19 في نهاية المطاف إلى نقص في الأدوية والمعدات الصحية أكبر موردية الأدوية لإفريقيا هم الاتحاد الأوروبي وآسيا ولكن منذ تأثر التصنيع والخدمات اللوجستية في هاتين المنطقتين بسبب كوفيد 19 فقد تأثرت إفريقيا بشكل متفاوت يضيف التقرير أن إفريقيا ستحتاج إلى إنفاق حوالي 10.6 مليار دولار على الرعاية الصحية بسبب الوباء وفي أعقاب جائحة كوفيد 19 سيكون هناك طلب أكبر على الأمن الوظيفي في إفريقيا ترجمة نانسي قنقر